موسيقى موسيقى تماكنات العناصر الامنية لمركز شيشاوا من ضبط شاب عشريني رفقت فتاة قاصرة داخل شاحنة كبيرة من نوع رموكة ليلة اول امس بالقلب من السوق الاسبوعي لشيشاوا وهما متلبسين بممارسة الجنسة وحسب مصادر شوف تيفي فقد جاءت عملية توقيف المشبه بهما بعد دورية امنية مشتركة بين القوات المساعدة والمصالح الامنية اذ اثرت حركات العشقين داخل مقصورة القيادة انتباه عن صرق الدورية وبعد اخترابهم من الشاحنة المركونة بزاوية مظلمة بالقرب من السوق الاسبوعي كانت المفاجأة جد صادمة بعدما تبين لهما ان هناك شاب رفقة فتاة داخل الشاحنة وفي وضعية حميمية جد مخلا بالادابة ليتم توقيفهما في حالة تلبس بممارسة الجنسة وكذت مصادر شوف تيفي ان التحقيقات الاولية مع العشقين بيّنت انهما على علاقة غرمية منذ مدة وتعرف على بعضهما البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوتضت العلاقة فيما بينهما وبعدما كان الشاب البالغ من العمر السعشرين سنة والمنحدر من حي زاوية بالمقدم في رحلة عمل نحو احدى المدن المغربية اقترح على محبوبته البالغة من العمر السبعة عشر سنة ان يلتقي بمركز الشيشة ولقضاء بعض الوقت والاستمتاع مع بعضهما البعض وما حلول الضلام ضرب العشقين موعدا غرميا وفضل ان يختلي داخل مقصورات القيادة بالشاحنة لممارسة الجنس بعيدا عن الانظار دون اثارة شكوك غير ان مغامرتهم انتهت بهما في يد العناصر الامنية هذا هو ثم الاحتفاظ بالمشبه بهما تحت تذابير الحرصة النظرية رهنة اشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العمى المختصة في انتظار تقديمهما امام وكيل الملك بتهمة اقتصاب فتاة قاصر والتغرير بها والفسادة اشتركوا في القناة